ورش كبير ومفتوح هكذا صارت مدينة الدار البيضاء بعد انطلاق عملية تجديد وصيانة عدد من الشوارع الرئيسية بأكبر حوادر المملكة أكثر من أربعمائة كيلومتر من الشوارع وحوالي ستين ملتقا مداريا تخضع لعملية تجديد وصيانة ستكتثي معها العاصمة الاقتصادية للمملكة حلة جديدة المشروع يدخل في إطار مخاطط شامل وضعه مجلس المدينة ويهدف بث حياة جديدة في شرايين المدينة المليونية لدينا تقريبا 21 شارع التي ستكون فيها ميزاني بوغ بمواصفات بالإنارة والغرس والطراطور والمسائل و33 نارون بواه ملتقى للطرق التي ستكون بالغرس والعدادة التي ستسقها والمسائل التي ستكون تغيير وتحول على مستوى التعامل مع البنية تحتها ومع المجال الطرقي نحن الآن نتواجد بمحاجر روزفلت هذا الشارع الذي يربط بين حي المعاريف وعين الدياب اكتسى حلة جديدة زادته جمالا وبهاء مهندس مجلس المدينة والقائمون على الأشغال يعتمد مقاربة جديدة تقوم على مراعاة الخصوصية التقنية والديمغرافية لكل شارع على حدى والعمل على توفير أعلى شروط الجودة والخدمات المعايير هي على حسب النوع الشارع الأهمية العدد للسيارات التي تمر منها وشفيه كوميرس وشفيه عدد لبيتونكتا هذا اللي خلق مجلس المدينة وهو نتفكر على أنه يدير أماكن كذلك الراجلين حتي تم حماية ديالهم عن طريق السيارات كذلك أماكن خاصة لوقوف السيارات وكذلك تشوير تدخل عملية صيانة الشوارع في مدينة الدار البيضاء ضمن المخاطط الاستعجالي للنهوذ بأكبر حوادر المملكة وتضم الدار البيضاء شبكة طرقية يبلغ طولها ما يزيد عن 5000 كم من الشوارع والأزق ترجمة نانسي قنقر